تحية لمارسل كولر الراجل اللي خلى اللاعبين في النادي الاهلي هم نجوم الموسم نفس اللاعبين دول جماهير النادي الاهلي كانت تطالب رحلهم الموسم الماضي على سبيل المثال وليس الحصر عد معايا حسين الشحات مش حضرتك كمشجع للنادي الاهلي كنت شايفه انه مقدمش شيء للنادي الاهلي الموسم الماضي بقى واحد من نجوم هذا الموسم محمد هاني اللاعب اللي لسه ناشئ فاكريني الكلام خلى افضل ظهير ايمن في الكرة المصرية رقم واحد في النادي الاهلي ومنتخم مصر افكرك بكريم فؤاد الصفقة اللي تقال عليها صفقة مضروبة في النادي الاهلي ومش مفيد بقى واحد من اللاعبين العظيمة في النادي الاهلي في هذا الموسم قبل الاصالة كهرباء الراجل اللي قاعد سبع شهور ما بيلعبش كرة ونزل الملعب بقى هدف الاهلي في بطولة افريقيا واحد من هدفين الدور علي معلول اصل الموسم اللي فات خلاص بقى علي معلول خلص وانتهى والامور بقت صعبة بالنسبة له واحد من افضل اللاعبين هذا الموسم كل شيء يحسب لمارسل كولر بصراحة هذا الموسم مع مجموعة لعبين رائعين وبالتأكيد الإشادة والتحية موصولة بإدارة النادي الاهلي عايز اكمل كلام عن مارسل كولر دخل معناك كابتان احمد حسن وانه بتحدث عن مارسل كولر الراجل ده عمل حاجات عظيمة جدا هتقول لي ايه يعني عشان كسمه اي مدارب جيه في الاهلي بيكسب لا استنى على المستوى الفردي للعبين طور عدد كبير من اللاعبين لا حسين الشحات هو حسين الشحات ولا بيرستاه هو بيرستاه ولا كريم فؤاد هو كريم فؤاد ولا محمد هاني هو محمد هاني ولا كهرباء هو كهرباء ولا حمدي فتح قبل ما يمشي هو حمدي فتحي ولا مروانة عطية لجيه الاهلي هو مروانة عطية بتاع الاتحاد طور 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 على المستوى الفردي على المستوى الجماعي بتديد تشوف تاكتك بتديد تشوف جمل بتديد تشوف شغل فني في النادي الاهلي بتديد تشوف الاطراف بتشتغل ازاي بتديد تشوف اللعيبة بتيجي من وسط الملعب وتخش للعمق ومنطقة الجزاء ازاي بتشوف تأمين دفاعي محترم جدا الأهلي الذي كان يعاني جداً دفاعياً الموسم الماضي الأهلي في الدوري هذا الموسم في تسعة أهداف سبع أهداف بس في تسعة وعشرين مباراة ما هذا التطور في الدفاع ما هذا التطور الهجومي الراجل يعاني منذ حضوره اشتكى من هذا الأمر مراراً وتكراراً أنه ما فيش مهاجم صريح قوي في النادي الأهلي استسلم قال أنا مليش دعوة أنتوا اللي غلطانين ما تعاعدتوش مع مهاجم لأ طور المنظومة الهجومية في النادي الأهلي فما بقى شفيه من النادي الأهلي هداف للدوري ولكن بقى منظومة النادي الأهلي هي أقوى منظومة هجومية في الدوري أنا عوضت الأفراد بالمنظومة بالجماعية ده شغل مدير فني ما استسلمش فدفاع قوي هجوم قوي خط وسط رائع جداً أفضل من أفضل خطوط الوسط في تاريخ النادي الأهلي كل شيء عمله مارسل كولوم ترجمة نانسي قنقر